قام رئيس مجلس الدولة الصيني ليكو تشان بأول زيارة تفقدية لمنطقة ماكاو الصينية الإدارية الخاصة حيث حثها على اغتنام الفرص التي توفرها مبادرة بناء الحزام والطريق عند قيامه بجولة أمس الثلاثة وخلال الزيارة لمتحف ماكاو قال ليكو تشان إن ماكاو هي واحدة من أهم المراكز الأوروبية الأسيوية ويجب عليها تعميق وتوسيع مزاياها الفريدة في ظل مبادرة الحزام والطريق وهو الحزام والطريق وهو حزام اقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين ويمر عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا ويشمل 18 محافظة محلية وأكثر من 60 دولة وقد توقف ليكو تشان أيضا عند جسر هونغ كونغ جوهاي ماكا والذي يربط المدن الكبرى الثلاث في دلتا نهر اللؤلؤ وأشار لي لأن هذا الجسر سيحسن إلى حد كبير شبكة النقل الإقليمية وسيستفيد السكان المحليون منه بمجرد انتهاء بنائه في العام المقبل